اهلا بكم في فيديو جديد ومميز طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها دلوقتي هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي تقدر ان انت تقفلي بيها كوابس الكهرباء لو انت عندك اطفال في البيت الكطع دي بتساعدك ان انت تأمني عليهم من الكهرباء بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده هتقدر ان انت تنظم عليه الشمعات او المشابك وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للحمام وهو بيجي مكون من 3 ادراج ودرج كبير من فوق تقدر ان انت تنظم فيه مختلف ادوات الحمام زي فوة الحمام والشامبوهات والكريمات او المنازيل وطبعا هو بيكون زود بعجلات بحيث انك تقدر يتحركيه بكل سهولة في ارضية الحمام بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظم عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطع عليها الخضار والفاكهة بعد كده هندنا مجموعة من الكتع المصنوعة من السيليكون اللي بتساعدك ان انت تمسكي وترفعي كل الحلل او الصواني او الاطباق السخنة اللي تبقى موجودة عندك بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداية المعيارية اللي تقدر ان انت تعايري بيها كمية الدقيق او التوابل او مختلف البوكاليات اللي انت عاوزة تستخدميها بالجرامات وهنا معنا رول سلك الرول ده تقدر ان انت تقطعي منه حتك مناسبة على حجم المصرف اللي موجودة عندك وهو بيمنع اي حاجة تنزل في المصرف زي الشعر او الاوساخ بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تنظمي عليه غطيان الحلل او البلانشة اللي انت بتقطع عليها الخضار والفاكهة بعد كده عندنا كبة الفارم الجميلة دي تقدر ان انت تفرمي من خلالها اللحمة او مختلف انواع الخضار او تعجني بيها الدقيق زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو تقدر تحصلي من خلالها على افضل نتائج الفارم او العجن يعني تقدر ان انت تسميها كده محضر الطعام عندك هنا معانا الغطى او الواقي الخاص باجباس الكهرباء تقدر ان انت تثبتيه بكل سهولة على اجباس الكهرباء في المطبخ او في الحمام وهو طبعا من مميزاته انه بيكون مقاوم للمية يعني بيحميلك اجباس الكهرباء دي ان هي ما يوصلهاش اي مية بعد كده هنشوف معانا اداة تنظيف جميلة ومتميزة جدا من الادوات اللي بتخسل لنا الارضيات هي طبعا سعرها بيبقى غالي شوية ولكن بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجها في بيتك المكنسة دي بيبقى عندها كدرة انها تتعرف على نوع الاوساخ اللي موجودة على الارضيات وكمان عندها ميزة التنظيف الزاتي العميق من خلال ضغطة زر واحدة وطبعا طريقة استخدامها سهلة جدا وعملية وهنا هنشوف عندنا اداة تثبيت او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه غطيان الحلل هنا تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي جاية على شكل جزر وبتيجي فيها خاصية المغناطيس يعني تقدر ان انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر ان انت تستخدميها في قفل مختلف الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اشاطة الاشاطة دي مصنوعة من السيليكون طبعا الاشاطة تزير فيعة جدا فبتساعدك ان هي تلملك كل التراب او الاوساخ اللي بتبقى موجودة عندك على الارضيات وتقدر ان انت تقشطي بيها كل المياه وتنظفي بيها الميريات او الشبابيك تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفظ اكياس البوكاليات او التوابل وزي ما انت شايفها كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكاليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصغلة او في المطبخ وتنظمي بيه الاجهزة الصغيرة او مختلف الحاجات اللي بتكون عندك في البيت وغير كده هو بيكون مزود بعجلات بحيث ان انت تقدر ان انت يتحركي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مشترك كهرباء طريقة استخدامه سهلة جدا وحجمه صغير مش بياخد عندك اي مساحة وغير كده السلك بتاعه طويل جدا تقدر ان انت يتوصليه لأي مكان وتستفدي منه بكذا طريقة مختلفة بعد كده هنشوف عندنا منظم وموزع للصابون تقدر ان انت تثبتيه عندك على الحود وتنظم عليه مختلف لوازم التنظيف الخاصة بالموعين او المطبخ بعد كده هنشوف عندنا قطعة حماية او مفتاح بيتثبت على الموتوساكل في حيث ان محدش يقدر ان هو يحركوا او يسرقوا بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي باحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرز او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر يتنظمي بها المكسرات او طبعا نختلف انواع الاطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدم المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا شكل من اشكال المنظمات الجميلة تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار واللي طريقة تثبتها سهلة جدا تقدر ان انت تنظمي عليها العطور او الكريمات او الشامبوهات او مختلف الحاجات اللي انت بتستخدميها دايما وطبعا المنظمات دي تقدر ان انت تثبتيها في الحمام او في المطبخ وتقدر ان انت تنظام عليها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاز او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدر تقشاطي كل المية والصابون من خلال القشاطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي دلوقتي هنشوف عندنا مصفة طريقة تصميمها جميلة جدا تقدر ان انت تصفي من خلالها الخضار او الفكهة او المكارونة او الفراخ او اللحمة تقدر ان انت تصفي بيها اي حاجة انت عايزيها بكل سهولة ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقت بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي تعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجةها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتالك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات هو طبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها هو عاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية الليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر